بدنا نموت من الجوع بدنا نضغط مش طالعين هي تدرك أن الموتى بات أول وآخر الخيارات غير أن طريقة التنفيذ مختلفة ترفض هذه المرأة مغادرة منزلها في غزة متحديثة بحرقة عن لحظات مؤلمة رحنا على مدرسة الوكالة وراء نحكوا المدرسة آمنة خبطوا المدرسة واستشهدوا الناس لكهرباء، لمية، لإنترنت، لشبكات، لبامبرز، لحليب يؤكد الأهالي هنا في غزة المحاصرة أن القصف لم يستثني أي منطقة وبات يستهدف الأحياء كافة في حين أضحت المشاهد المؤلمة واقعاً لحياتهم اليومية لا يدرك الأهالي الفارون من هول الحرب كيف سينجون بأبنائهم ولا يعي الأطفال الهاربون معهم ما يدور حولهم إلا أن الحقائق على الأرض تترجم أن المدنيين باتوا أكثر المستهدفين في هذه الحرب القاسية لا هدنة بين الإسرائيليين وحماس حتى ساعة إعداد هذا التقرير ولا توقيتات محددة لموعد انتهاء الموت هنا وها هم المحاصرون في غزة بانتظار من ينتصر للإنسانية